طيب من 700 حلقة كانت الفكرة وكانت الفكرة زي ما انتم سمعتوها في اول طلع علينا في 22 أو 21 مارس 2011 انه ده برنامج معني بالدفاع عن النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وصورة النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي ومن ثم دفع النادي الاهلي الى المزيد من التفاعل والمسئولية في مجتمعه اللي بيمثل النادي الاهلي فيه واحد من مكوناته المهمة جدا تاريخيا كانت الفكرة انه ازاي ملك وكتابة يقدر يقدر يقدم هذا الطرح اللي كان وقتها جديد على البرامج الرياضية يمكن البعض فهمنا والبعض ما فهمناش ناس عرفتنا وناس مش عايزة تعرفنا اللي عرفونا عرفوا انه الناس دول طالعين علشان يقولوا كلمة تساعد في الحفاظ على قيمة النادي الاهلي والحفاظ على قيمة النادي الاهلي عشان تبقى المسألة واضحة هو حفاظ على واحد من اهم مكونات الكيان المصري الرياضي تاريخيا وشفتوا قد ايه الاخوة في المحيط العربي بل في القرى كلها مرتبطين بالنادي الاهلي محترمين النادي الاهلي بيستلهموا افكارهم وبطولاتهم ونجاحاتهم من النادي الاهلي وتاريخهم وده لانه ده مصدر الاشعاع الرياضي التاريخي لمصر رياضيا الاهلي كان هذا الكيان بهذه القيمة في هذا المكان من بدايات القرن الماضي فكان ملك وكتابة معني بالحفاظ على قيمة الكيان وقلنا لكم كتير جدا اعتقد حضراتكم فاكرينها وحفظينها عمر ما هيكون خلافنا لا مع الكاتب ولا مع المزيع احنا معنيين بما يكتب وبما يقال ممكن جدا ناس نقولهم برافو ونحييهم ونشكرهم ونشيد بيهم وفي موضع اخر نختلف معاهم ونعترض عليهم ونلومهم والعكس فكان دايما وابدا هذا النهج اللي حاولنا الناس تفهموا معانا ما تزعلوش لما نقول عليكم كلمة وحشة وما تنبستوش قوي لما نقول كلمة كويسة لانه في الحالتين المسألة مرهونة بالمحتوى مش بصاحبه الناس كلها لها كل التأدير والاحترام لكن احنا بنناقش المحتوى وبنناقش المحتوى من خلال مسئولية تاريخية من وجهة نظرنا عن النادي الاهلي اعتقد ليس هناك في المحيط الاهلاوي من هو ارفع واقدر خبرة وقيمة وحكمة وحنكة من المهانس عدل القيعي في تمثيل هذه الوجهة وبنحاول مع حضراتكم ان احنا نكمل هذا الشق بالنحية المهنية ازاي ده يكون فيه قالب مسئول ومنضبط يراعي المسئوليات العامة يراعي قيمة النادي الاهلي يراعي دور الاهلي المجتمعي ورسالته الوطنية وارتباطه بمجدان الملايين من جماهيره دي كانت فكرة ملك وكتابة اللي ما زلنا حرصين عليها وما زلنا بنأكد على ثوابتها حتى الحلقة سبعمية